يجب مراقبة المعاملات المالية وتمويل الجمعيات الخيرية وكذلك مراقبة التمويل عبر وسائل الدفع الجديدة وطبيض الأموال إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي هناك الكثير من القضايا المهمة التي يجب معالجتها في منع غسل الأموال ومنع تمويل الإرهابيين مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أطلقت الجامعة برنامج النزاهة المالية لإعداد خبراء ومختصين في مجال غسل الأموال ومكافحة الإرهاب الدكتور عبد المجيد بن عبد الله لبنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية كندا ستوسع نطاق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل العملات المشفرة ومنصات التمويل الجماعي كريستينا فريلاند نائبة رئيس الوزراء الكندي ترجمة نانسي قنقر